السلام عليكم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم وأن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يجعلنا وإياكم هداتا مهتدين لا ضالين ولا مضلين كثير من الناس قد يستغرب يقول لك الليلة مولانات ديلا جابوا بيجاي شنو نقول له جينا زي ما الناس عنده واحد خط موبايلات وينظف فيها وكده وفي واحد تاني عنده طماطم يفوض فيها بالقطعة واحد تاني به هناك عنده ملابس ينفوض فيها برش النعام واحد تاني به غادي هناك عنده عجور ودي كلها شغالات شريفة ما فيها إشكال والإنسان يشتغل ما في إشكال وأيزوا البعرض بضاعته بحسنا ولا ميأه نحن جينا نعرض القرآن والسنة وماذا يريم من إنسان دي لك كله لما شات بيقول لك الموبايل ده بيسبع ده السيري وبعرف لك سبا ايه وكم وأنا ما بعرف اسمها لكن كثيرة ودهك يقول لك الله الطماطم ده بلدية وتنفع للتقالية دهك يقول لك والله يا أخي تعارف والله يا العجور ده ده عجور سميح وعجور جديد أي زال بيعرض بضاعته بيحسنا وبيتمن إلا الدين ياما نجيك هنا نقول لك ادفع ونفرش لك مصلاية زي الجماعة اللي بتلقوه شاهله مخلاية عاية للناس كده ما شاهله وديقين الجماعة صلوا على الرسول صلاة سلم بيتحبوا النبي زيدوا صلاة صلاة سلم اللي بيحب النبي يرفع يده رفع يدينهم اللي بيحب النبي يقعد تحيد القعدة دي فيها التفتيش لو في بيبي ذيقين ابديقين ما بيقعد لأنه عارف المقلب بتاعه ويقول لك طوالي بعمل شنو والله يا جماعة كنا نتكلم على الغسل لكن إن شاء الله بنجي لأسبوع الجاي لأنه فشله وشغلت فزول الدين ما بشي القروش زول الدين ما بشي القروش وربنا قال في القرآن كنتم خير أمة وخرجت للناس ما لخيرية في جنو تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر المعروف أعظم المعروف التوحيد شوف التوحيد ده ده السفينة وده الطريق البنجيك في الصراف والبنجيك من جهنم والبنجيك من عزاب القبر والبنجيك من غضب الله ده التوحيد كونك تعبد الله براه قلبك ده ملام به الله لا في فكي لا في دجال لا في ستودع لا في برهان لا في تجان لا في سمان لا في ختمي قلبك ده مدعلك بها الله ربنا قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب شنو سليم قلب السليم ده قلب فاضي ما فيه اي مخلوق يعظم كتعظيم الله لانه ربنا قال فيه ناس بيحبوا اندادهم وشيوخهم كحب الله لحد ما ركعوا لهم شفتهم اللي ما شفتهم بيركعوا العديل وبسجودوا لا وبنادوا في الشدائل ابو يا الشيخ يبقوبة لبنية اكتب لي حجاب من راسي لا كرعية ده حجاب ولا بطانية يا صوفي ابو يا الشيخ يبقوبة بابا قصير الله يا القطايا الطير انت بتحي الله بموت انت بتحي تشغال معارض يعني والله قول يا الله شفت عشان كده عقيد تقذي ما تلعب فيها ودال بنجينا شفت المخرج من الازمات المتجددة والمتعددة والازمات الساحقة والمتلاحقة الحل الناس يوحدوا الله الناس يعبدوا الله الناس يتوكلوا علي الله فيه ناس متوكلين علي حجبات في البلد قاعدين وفيه بتاعنا الدكاكين دي الواحد تلقى وخدت له كمون تحت وبتاع الركشات تلقى ورابة له كمون قدر السفة سفة بتحتوى الضريعة تلقى وخدت له كمون يقول لك ده من العين عشان الركشة ما تنقلب الله ده ما الدواء ناس هالدواء ده الصراق الده واحد ثاني شفت ده مبارح مبارح جاين من اللبيط وقفنا في حتة جنبارة شوية كده على الحجاب ده شايفه ده ازاي الليناه ده صغير قدر السفة اتكلمني على الكلام ده وكده وشيرك تعليق التمايم شيرك وما بجوز تدعلك تميمة والنبي عليه الصلاة والسلام بيصدق الرسول اللهم تصدقه قال رسول الله من تعلق تميمة التميمة دي يعني انه بعتقد بالتملة وموضوعه كان كان عمله للرزق لانه في ناس بيبعوا حجاب الرزق في البلد دي يبعي لك حجاب رزق بي خمسمية تلف وشال من رزق خمسمية تلف الزول ده لو كان بيكتب حجاب رزق كان يغني نفسه ويخليك فاتكلمنا في الموضوع ده واحد شاب جزاوه الله خير واصل الله يوفقه وربنا يسبته لما نتكلمنا عنه الحجبات دي يشيرك وما بتغني عنك شي وما بتنفعك ولا بتضرك يا اخي بمنطق بسيط الله لو كاتب ليك غدر لو سايق ركشة لو سايق بطاح لو ماشي بيكون عيك كاتب ليه غدر والشيخ كتب ليك حجاب من العين والله كاتب ليك العين البي اغلب غدر الله ولا البي اغلب حجاب الشيخ مافي شك ده اي اي ازال مؤمن اي ازال في قلب في ورد يقول لك والله برضو شيوخنا ذلك انقاموا كعابين اها دي ما اللولة وزاتا شيوها كعابين كيف الله قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وربنا قال وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ويردك بخير فلا رضى لفضله حديث النبي كلكم تحفظوا قال رسول الله واعلم لو ان الامة امة دي كلها اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء غد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف اذا دارينا الاقتصاد الصلح لانه ان احنا جينا المحل ده وقبل كده وقبل ستة سنة وسبعة سنة كانت عندنا حلقة في المحل ده وكنا بنجي نكلم الناس يا ناس نادوا الله يا ناس يتوكلوا علي الله يا ناس التوحيد ده سبب كل خير قاموا الناس كذبونا ولا بد نعمل مظاهرات وما رقوا مظاهرات والحال في حاله والطين في طينه ما يصلح كله كله البصلحنا نرجع للدين الله قال في القرآن اذا بتقتنع بالقرآن اي واحدة بتغنعك وانا بديك سبع ايات امسك بس ربنا قال وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ربنا قال اولما اصابتكم مصيبة قد اصابتم مثليها قلتم انه هذا قل هو من عندي انفسكم ربنا قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم الله قال ظهر الفساد ظهر الله ما ظهر ما سيف العلمانيين قالوا بنتي ازوج بالمأزون وعقد وزوجتك وليتي كلام زيدا ما ذهر انه بس عجبتك اسمعي الاس يالله زوجيني نفسك زوجتك نفسي وانت خسر انت ربي فيها قريتها روضة بشيل فلاني وقريتها مدرسة بشيل فلاني ولما فيها واحد بشعيرات في الجامعة هناك والله دق فيها مقلب زوجيني نفسك زوجتك نفسي بعد يومين تجي قرر لك من يدها ده شنو يا بيت والله تقول لك ده اززوجت اززوجت وين وفياته كنيسة ولا فياته مسجد في زواج شداء والنبي عليه الصلاة والسلام قال ايما امرأة انكحت نفسها باذن وليها فنكاحها باطل 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 وهي زانية بغير بغير اذن وليها فنكاحها باطل والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح الا بولي وشاهدين شنو عدل اتشاهدت منه ولا قل الله يسوسوا بيجاي وبيجاي الرندة ده الشهود ومصائب في البلد وقالوا قالوا ماذا دائرين حاجة يسمى غانون النظام عام زول سكران اللي قلوا في الشارع ما يسالوا يعني تجي تخيط في الشارع ما يسالوا وقالوا تاني ما دائرين حاجة يسمى حد ردة زول سبا دين ده ما تتكلم معاو انت الدين ده جرت فيه سيف الدين ده مسكت فيه درجة شان كده تلقى الشباب الان كتير منهم ما كلهم لكن كتير منهم بيسبوا دين الله ولا ما فيه انا باتكلم من خيالي يقول لي لكن في ناس كتار وشباب كتار بيسبوا الدين يقول ليك ما ما تكفل معاي قصة ما يريلك 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 سبحة يريلك طوالي يديك الكلام الشهد ويسب لك الدين وهكذا فالمخرج يا ناس والله الذي لا الى غيره دي عقيدتنا احنا غايته والناس جربت الحلول وعدنا نمسة السوداني يقول لك المركب ما بيتقيف الا الدقال كيف اها الناس يدقوا كيف اها يا ناس ادي مبصل لحالة ادي مبصل ربنا قال في القرآن ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون دي الاية رغم خمسة الاية رغم ستة ربنا قال في القرآن فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف الاية رغم سبعة ربنا قال في القرآن في صورة النور وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لم يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينه الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امناء يعبدونني لا يشركون بإشياء نعبد الله براه الحليفة بالله براه ما في علي الطلاق ما في حرامات ما في وحات ابوي ما في وحات شيخي ما في وحات قباسه دفلان الحليفة بأي الله من كان حالفا فليحلب بالله وليصمد الدعاء لالله براه ما في مخلوق بناده مع الله يصدقوا كلام الله ربنا قال في القرآن ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرب فإن فعلت ركبت راسك وأصريت فإنك إذا من الظالمين ربنا قال في القرآن إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم العبد الزيك ما ابتنادي مع الله العبد الزيك ما ابتنادي مع الله والرسول عليه الصلاة والسلام سيدي وسيدك ولا ما سيدك قال إذا سألت فاسأل منه أسأل لي أنا الكلام ده واضح لكن في ناس ما دايرينه تقول لي ما تنادي الرسول وقل ليك هاي ومضايق لأن الرسول قال إذا سألت فاسأل الله تقول لي ما تنادي أبو أكرى الصديق رضي الله عنه تلقاه وقل ليك هاي صح لكن ما مضايق ما تنادي عمر المخطاب بيضايق وقل ليك هاي مبنى هذه ومضايق ومدنقرتحت تقول لي هاي ما تنادي البراع يقول لك ها نبسته لا لا ما نبسته يا زول يتقبل ليه ما قلت ليه لك نبسته لكن عنده عقيدة ويتهبشت محل المرض أسا الدكتور لو جاو يتجابوك عندك جرحة في محلة معينة والدكتور هبج بيجاي بيجاي انت ما كوركتا لكن أول ما هبج محل الجرح شاك زولنا بكورك ليه لأنه ذا محل الجرح لمن تقول ليه ما تنادي البراي طوالي بكورك ما تنادي المكاشفي بكورك ما تنادي الصائب ديمة بكورك ليه لأنه عنده عقيدة فيه والعقيدة في الله البنادو الله بلاه ربنا قال لك في القرآن اسمع الآيات دي بس واحكم بي نفسك ربنا قال في صورة الران له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالقه كل شيء وهو الواحد القهام لأنكذا البي نادوا الله براه ما معه وغيره البيتوكلوا عليه الله براه ربنا قال ومن يتوكل على الله يجنو فهو حسبه وربنا قال الناس الدائرة الرزق والناس اللي بتشتاكل من الضيق اتقي الله الله بيرزقك ربنا قال ومن يتقي الله الناس اللي ما بصدقوا كلام الله ولا شنو يقول لك الليل جابوا خبيري اقتصادي بكرافيتة في التلفزيون وقال الدولار الجنيه السوداني هنعومه عومه ساي والله مش نعومه قال المهم بيقول لك كده يعني المهم السياسيين كلام السياسيين الفارغين دي بيقول لك طبعا والدولار طار والدولار ركا والمعارف ايه وده كل كلام بتحسم لنا آية وحدة ربنا قال ومن يتقي الله يجعل له شنو مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب تتقي الله تخلي عقلتك في الله براه تنادي الله براه تتوكل علي الله براه تخلي عقلتك سليمة الله بيسرق امورك والان شاء الله الحلقات متواصلة كل يوم اثنين نبصر الناس وندعوه ملادين الله ولا نريد من احد جزاء ولا شكور لاننا نتأسى بالانبياء وندعو بدعوة الانبياء لا ننتمي الى حزب ولا الى جماعة ولا الى طائفة ولا ندعو الى الى جماعة من الجماعات ولا حزب من الاحزاب منهجنا كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بفهم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جزاكم الله خير ونقدم اخونا الشيخ ابراهيم جزاكم الله خير